نرجع مع ربيع مع طارق تقريباً دقيقة نص دقيقة نص لكل ما حدث بدايةً نبدأ بتطارق كأس أفريقيا كل أربع سنوات ضد لأنه في كاس العالم الآن دي ستصبح تقريباً في نفس مواعد كاس أفريقيا أيضاً طبعاً و32 فريق كاس العالم الآن دي طبعاً لكن أنا ظن لأنه الترويج لهذا الكاس سنتين وأربع سنوات ستكون مختلف جداً في الحين عندنا لعبين يروحون من أفريقيا كل سنتين يروحون نوادي أوروبية أكثر واحد يروح فيهم يروح بمليون مليون ونص فما بالك فيه بعد أربع سنوات لو نأخذ مثال ساديو ماني راح أقل من 500 ألف يورو لما راح للماتس في الحين قيمته بـ 80 مليون يورو لازم نعطيه الوقت والقيمة اللعبين أن يروحوا بقيمة أكثر ترى كوبا أمريكا كل أربع سنوات يورو كل أربع سنوات كاسي أسيا كل أربع سنوات إلا أفريقيا والله صعب أن نتغير هذه واحدة لكن أنا لضد لأنه ليش لأنه ربطت كأس أفريقيا بأربع سنوات بكأس يسماها بانا أفريكن بانا أفريكن هذه يعني تقريباً يقضي على تشامبينز ليج ويعمل 24 فريق من أحسن الفرق الأفريقية وتلعب بانا أفريكن أنا هذه ضد الفكرة هنا